السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزائي طلاب الصف الأول السلوي أهلاً ومرحباً بكم مع حلقة جديدة من برنامج بنك المعرفة إن شاء الله في حلقة المهاردة إحنا بنقدم لكم حلقة على المنهج بتاعنا وإن شاء الله هنحاول إن إحنا نغطي المنهج بتاعنا في الجزء أو الوقت المصموح لنا به على قد ما نقدر طيب إحنا نجهز لك شوية أسئلة ومن الأسئلة داية هنبدأ نعمل على أجزاء كتير في المنهج في وقت الأهمية هنرجع على بعض البيزيكس اللي أنت لازم تبقى عرفها قبل ما تخش أي امتحان لأن التست زي ما انت عرفت كده الإنزام متاعك جاي على مستويات عليا من الفهم والتطبيق والتحليل وبالتالي حضرتك لازم تتأسس كويس جداً قبل ما تخش الامتحان وتعرف كويس سوي أنت المفروض عليك تعمل إيه هنبدأ كده مع بعض على خير مع أول سؤال بجهز نهولك سؤال بيقول بالنسبة لنا هنا عشان ما نجي نتكلم نبقى على السؤال ده المهارات المطلوبة منك في السؤال أول سكيل أنت بتتكلم دي رقم واحد بمعنى هو في السؤال ما تدكش رمز مثلا بتاع يبقى أنت كده طيب هتعملها ازاي دي واحد يبقى دي أول مهارة نحن نتكلم فيها ونحن نقول لك هتشتغل عليها ازاي الثانية أنت بتقول البويلينج بوينت طيب انت بتتكلم على البويلينج بوينت للسوليوشن ولا بيور آه ووتر لا تتبتتكلم كده في سوليوشن طيب الفاكتورز الأفاكتد البويلينج بوينت اللي بيزود البويلينج بوينت اللي بيقى لك البويلينج بوينت دي رقم اثنين رقم ثلاثة ودي الأهم في عندك حاجة اسمها كليجيات في المنهج إيه ههي خواص المحليل بتاعتك اللي هي الفيبر بريشر والبيولينج بوينت والفريزينج بوينت ودول لازم تعرف كويس قوي شغلك فيهم عامل ازاي نبدأ مع بعض واحدة واحدة كده مع الفيبر بريشر مش معنى لان هو دوت الاساس وبعد كده حضرتك هتبدأ تبني على البيولينج بوينت والفريزينج بوينت اللي هنتكلم فيها ايه حكاية الفيبر بريشر بص اي مادة ربنا خلقها في الدنيا بيوجد على سطحها من فوق مولوكيولز فروم اتس سيرفوس بمعنى السيرفوس في المادة دي بيتطاير منه بعض المولوكيولز في حالة اكوليبريام يعني بيطلع منه كده لفوق في الحيز ما بين السيرفوس وما بين الهوى بعض المولوكيولز من المادة نفسها بتحمل خواص المادة دي بمعنى لو انا اديتك مثلا كده ماركر اللي هو قلب الصبورة قلت لك شميلي ريحته كده هبتيجي يتقربوا بتقربوا من مناخيرك ما بتحطوش جوه يعني ايه يعني انت بتقربوا انت بتشمي الريح بتاعته من على بعض طب ازاي وصلتك السيرفوس بتاعته ازاي وصلت للمناخير ازاي الطبقة الحساية بتاعتك هنا عن طريق الفيبر يعني اي مادة حضرتك لها فيبر على سطح المادة دي موجود منها يعني في مولوكيولز طلعه في مولوكيولز نازلة المولوكيولز بتحمل خواص المادة دي طيب الفيبر ده موجود في كل المواد او في كل المواد ما عدا وبنعتبره زيرو هو الميركري وعشان كده بيستخدم فيه الماكينج تيرموميتر واندخلت الكلام ده فاعتقد فيه عدادي عشان الريح بتاعته بقى واضحة والفيبر ما يقصرش على الريحات واضح؟ طيب الفيبر مانو الفيبر ها on the surface of the liquid so it make pressure يعني pressure على الليكويد ده فمتسميه فيبر pressure وابسط مثال عندك فيه ده ده موجود عندك في البيت في الحل البرستو اللي حلت الضغط البخاري طيب الفيبر اوكي ازا نمبر اف مولوكيولز انكريز يعني كل ما يزيد عدد المولوكيولز بتاعت الفيبر على السطح بتاع الليكويد بتاعنا كل ما هيزود لك البرشر على سطح الليكويد ده طيب دلوقتي كده في عندك هدا direct relation between the pressure ونمبر اف مولوكيولز اف فيبر بمعنى ان as the number of molecules in the vapor state increase the vapor pressure increase طيب دي اول واحدة طيب البيور ووتر بالنسبالك البيور ووتر ما لا البيور ووتر بليها فيبر برشر اه طبعا ليها فيبر برشر اللي احنا بنسمي اللي موجود فوقي ده بدون تسخين خلي بالك انت لسا مسخنتش يبقى انت دلوقتي بتتكلم في فيبر اوكي الفيبر موجود موجود يبقى لي برشر طيب بيعمل ايه؟ بيعمل pressing on the surface of the liquid دوس عليه اوكي ده البيور ووتر طيب البيور ووتر boiling at هتقول لي 100 طيب freezing at هتقول لي zero degree ايه؟ يبقى اذا في عجالة سريعة كده انت بتتكلم على ثلاث حاجات هيبقى مرتبطين ببعض number one vapor pressure depending on number of molecules on the surface of the liquid two boiling point three freezing point احنا نتكلم على البيور ووتر او freezing point بتاعتي zero boiling point 100 طب جيت انا روح تعمل شوية experiment كده العزيزة جبت واحد مرة جبت شوية ملح salt NaCl وراح تعمل dissolving في الووتر ما اصبحتش بيور ما اصبحت ايه؟ لا ده اصبحت solution contain NaCl طيب انت خذتها في الايونيك اكواجن ال NaCl مالدسولف ان ووتر سيباريتس انتو ووتر two Na positive and Cl negative يبقى عندك هوميني اينز هتقولي two ions exist in solution طب التو اينز هياثروا في الفيور اكيد طب ليه؟ لان التو اينز بتوعك هيعملوا connection with water attraction with water molecules prevent them from evaporation هيمنعوها ان هيتطلع في حيز اللي فيها هتمسك فيها معنى ان هتمسك فيها يبقى عدد المولوكيولز بتاعتك اللي هيبقى موجود على surface من فوق هيقل طب ده هيحصل ايه كده؟ يبقى ال vapor pressure بتاعك هيقل صح؟ ليه؟ مش المولوكيولز هيه اللي بتضغط طب المولوكيولز اللي هيعملت ايه؟ المولوكيولز قلت ليه قلت؟ مشان انت فيه ايونز اصبحت موجودة عندي فيه solution بتاعي مالا attracted to water prevent to water from evaporation طب how many ions you have? two طب fe three يعني oxidation number ليه او البالانس بتاعه three chloride cl monovalent بتاميلك سيشنج ليه الارقوم وبيطلع لك السيمول بتاعك fecl3 what is meant by the chemical meaning of fecl3 it means that each atom of fe connected with three ions of cl negative يعني each ion from fe connected with three ions of cl how many ions you have? اقولي four ions okay يبا انا لديك four ions او لديك one mole fecl3 وعملت تلسولين في السليوشن بتاعي في الووتر يبا انا لديك four ions يبا اولا 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 اقولك تعالا بقا مين فيهم؟ هيمسك في الووتر اكتر هتقولي اللي فيه four ions طب ال four ions بتاعتي هتعمل ايه؟ هتقلل الفيبرز اللي طالع يبقى الفيبر بريشر بتاعي ديكريزيس يبقى ال pure water عندها فيبر بريشر اوكي طب ال nsl solution هتقولي لا ال nsl solution عندها two ions يبقى الفيبر بتاعي يقل للملوكيز اللي هتطلع هتقل طب اللي بعدها هتقولي لا بقى as the number of ions increase the vapor pressure decreases يبقى انت كده في علاقة inverse ودي ممكن تجيلك على شكل graph يبقى دي القاعدة بتاعتي اوكي طب ال ions exist in the solution prevent water from escaping what will it do in in what in boiling a point pure water boils at zero degree so if we dissolve what will of any substance in water the ions prevent escaping يعني تعال انسخن بقى يعني انا هبدأ اسخن السليوشن بتاعي لما سخنت الواتر بتاعتي عن one hundred degree حصل ال evaporation وبدأ التغل ال boiling point change from liquid state to gaseous state طب بدأت تطلع خلاص اوكي ات one hundred طب لو في ايونز جوه مسكاها لا يبقى انت هتعمل ايه we need more heating to overcome the ions and water molecules وبالتالي لا يبقى كده مستر السليوشن اللي في ايونز ال boiling point بتاعته مال increase عن الووتر عن ال pure water عن 100 تمام طب العلاقة هنا هتبقى ايه مستر هتقول لي بصدها البساطة العلاقة بتاعتك هتبقى inverse لا مش inverse هتبقى direct relation بالتالي ايه مسترد ايه مسترد ايه مسترد ايه مسترد فريزنج ايه مسترد ايه مسترد ايه مسترد ايه مسترد ببعنة الملوكولز بتاعتك بتبقى بعيدة عن بعض في ال liquid state لما بتقبل فريزنج الكانيتك انرجي بتاعتها بتبدأ تقل فبتبدأ تقرر من بعض طيب ووتر ال pure فريزنجات هتقول فريزنجات zero degree طب لو في ايونز بقى الايونز بتاعتك لما بتنزل في السيليوشن مالا هتبقى في النص ما بين الووتر مولوكولز هتمنع البربنت هتعمل ايه هتمنعلك التجمع بتاعك بمعنى ان مش هتتحول من liquid state و solid state اتزيرو ليه فيه في النص ايونز منع تماما التجمع بتاعك طب هتعمل ايه كده يبقى انت مش تتجمد عند زيرو ثم لا هيحصل ايه لا هتفاجأ ان انت هتنزل بدرجة الحرارة تحت السفر كمان عشان توصل لفريزنج بوينت يقدر يتغلب على اللي موجود في النص ما بينهم as the number of ions increase هتقول لها تجنزل تحت السفر بكتير يبقى الفريزنج بوينت عاملة زي الباولينج بوينت الباولينج بوينت بتاعتك بتعلى كلما ال number of ions dissolved in solution increase كذلك الفريزنج بوينت will be decreased هتتقل هتقل هتقل معاك كل ما يحصل ايه كل ما هتزود ال ions هتنزل تحت السفر زيادة في practical experiments we conclude that each ion decreases the freezing point under zero by negative 1.86 degree يعني if we have two ions as solution هتقولي two times one negative 1.86 يعني أنا عندي ال pure water zero اوكي طب افرد فيه solution او في ال NCL دايب عندي لو ال NCL موجود يبقى انها you have two ions بتقول each ion decrease the freezing point by negative 1.86 طب two ions هتقولي two times negative 1.86 يبقى solution ده الفريزنج بوينت بتاعته عندي ايه هتقولي negative 3.22 الناتج بتاعك وكل ما تزود عدد ال ions اللي عندك كل ما هتنزل تحت السفر بزيادة ده كده كان في عجالة سريعة ملخص للفريزنج بوينت والبايلينج بوينت والنمبر وعلاقيتها ايه والإنفيرس والريلشن عشان لما تيجي بعد كده ان شاء الله تشوف الكلام دوت في جرافز ما تتخضش بنا طيب نرجع بقى للسؤال بتاعنا اللي احنا بدأناه ونشوف احنا شغلنا هنشتغل فيه ازاي بمعنى ان انا عملت في الواتر بمعنى ان انا عملت في الواتر طب رابز الصوديوم كربونيت ايه هتقولي صوديوم ايه كربونيت ان سي او سري هتعملك تشينج للفالانس هتطلعلك ان اي تو سي او سري 2 مولز اوف سوديوم كربونيت طب هنا كمية كبرت اه يبقى عدد الايونز هنا ثابت لا مش ثابت امصر ده هتضاعف مش معنى دي 1 مول دي 2 مولز طب سي 1 مول اوف ايرن سري كولورايد 2 مول اوف ايرن سري كولورايد نشوف مع بعض الحل بتاع الكوستشن دوت ستيب باي ستيب اول حاجة عندي لو انت لاحظت هنا كده الجزء ده كده 1 مول اوف سوديوم كربونيت عملنا السيمول بتاعك كميكالفورمولا ان ايه تو سي او سري طيب معناها ايه واحدة واحدة ايتش سي او سري كونكتد وز 2 اين ايه معنى كده لما تيجي تفسيرها لي اينز تقول لي we have 2 اين اي بوزاتيف and سي او سري نيجاتيف بالشكل ده 2 اين اي بوزاتيف بلاس سي او سري نيجاتيف how many اينز هنا 2 هنا كام هنا 1 يبقى عندي سري مولز اين يبقى بالواضح قدام عيني كده ان انا عندي سري اينز هنا طيب تعالى للتاني انت فصلت لفوق دي 1 مول فصلتها ب 3 مولز اين طيب التانية 2 مولز او سوديوم كربونات اه هيبقى انا هيضاع في الكمية يبقى 2 باي 3 هيبقى 6 مول اينز اوكي طيب من نسبة ليه التالت التالت هننكلم فيها ايرن 3 كولوراي السيمول بتاعك ايه هتقول لي هتقول لي رقم دي 2 مول ايرن 3 كولوراي ايرن 3 كولوراي معنى كده احنا لسا مستثينكم فاهمينك ان من ده تعالى بقى نتكلم فيها كده بالراحة بالنسبة ليه جزئية اه تخلي بالك منها كويس قوي يعنى فيه خلط كبير ما بين الطلبة على حتة اه number of molecules هي هي number of atom number of ions لا خلي بالا افوغادروس قال ان ايقوال فوليوم of different gases have the same number of molecules if we have one mole of molecules of nitrogen gas هتقول لي it contains 6.02 times 10 power 23 3 molecules طيب ده الone mole contain molecules طيب if i said atom or ions atom or ions لا مش number of moles في ال في افوغادروس direct اش معنى دي مثلناها كده اه اخوانا واصحابنا وولادنا قلت له عشان تفهم القاعدة السلسية دي تلي ايجاد الاطم والايونز تعالى نقولها مثال بسيط تخيل لو انت عندك موبايل بزراير اكي اتوالى الموبايل ده اصابتا في كم زرار اصابتا في تسع زراير اصابتا في كم شاشة واحده طب في كماماج einzelة سماعتين خلاص دا الوبايل الوحد يعتقلة 6 زراير شاشة واحده وعنك سماعتين لو انا عندي كارتونة فيها 10 نعمس اتoute ليساوي اصابتا في عشير موبايلات اكي لو سألتك على عددComتز اصابتاعد كارتونة في الموبايل الواحد فعشرة موجودين جوه الكارتون عندي يبقى عندي ستين زرار طب قولك كم سماء هتقولي اتنين فعشرة تلعب عشرين كم شاشة هتقولي عشرين شاشة واحد ده في الكارتون الايه الواحد لو جيت قلتلك بقى لأ طب هنا عندي كارتونتين هتقولي لأ يبقى كل اللي انا قلته واحد دول فيتين هو ده بالضبط القعدة السلسيلة هنما تكلمك فيها لإيجاد الاتوم والآيونز باي افو جادروز بوستيولات ازاي هقولك هتقولي 6.02 طب لو حبيتك كلم على الاتومز يعني الاتومز هقولك تعالي بقى هتقولي 6.02 طب لو حبيتك كلم على الاتومز هقولك لأ لي المشيه واحدة واحدة NA2 يبقى 2 NA اتم C واحدة O3 3 يبقى you have 6 اتمز زي الموبايل كده اللي كان فيه 6 زراير وعملت بالمالتبليكيشن للعدد جوه الكارتونة وعملت في عدد الكارتين اللي موجودة فانت بتقولي 1 مون اوكي اتمز عندك كم كلها هتقولي 6 باي افو جادرو يبقى فيه خلنا كده في النص احنا اضفناها في حالة الاتوم او الاينز number of mules وفي الاخر افو جادرو في النص number of atom or ions اللي انت عايزها بمعنى لو جيت سألت قلت لك ايه طب في الكمبالدلان ما كلمك فيه لها كاربوليت NA2CO3 ايه اي اسكي لباوت صوديوم اولي اتقولي اوكي ايه اتقولي 2 ليه 2 لان الرمز عندك NA2CO3 يبا 1 times 2 times 6.02 times 10 power 23 صوديوم اتوم تكير طب اي اسكي لباوت كاربون اتقولي اوكي اتقولي اتقولي 1 by 1 by avocadros طب اوكي اتقولي 1 by 3 by avocadros number ده في حالة الاتوم طب في حالة الائونز لا في حالة الائونز ده بيعتمد على البيزيكس اللي عندك انت بتعرف تفصل الائونز بتاعك الائونز ولا لا يعني افصلها الائونز يا مستر C NA2CO3 اللي احنا استخدينه حالا NA2CO3 عدناهم 6 اتومز وما فصصناهم كل واحد بالرقمه طب as ايونز تقولي لا NA2CO3 it means that each carbonate groups connected with two sodium يبقى we have two sodium and one carbonate group we have three ايونز يبقى لو كلمتك عن الاتومز بتعد الاتومز عادي جدا ما فيش مشكلة بالنسبة لك في الرمز اللي انت عملته طب لو كلمتك عن الائونز لا لازم هنا تبقى مؤتمد تماما انت فاهم كويس او ازاي تفسر البعض بتاعك الائونز or not في انت قصة القاعدة السلسية ايه هي دي طب تعال ناخد السؤال بتاعنا ونشوف دنياتنا فيها ايه السؤال بيقول the total number of atoms of half mole اوكي الحاف mole بتاعك of formaldehyde HCHO equal half of gathers number double of gathers number quarter of gathers نشوف السلوشن بتاعنا بيقول n by number of atoms or ions by of gathers number دي القاعدة السلسية اللي انا كلمتاك عنها اول خانة لها بتبقى number of moles الخانة التانية بتاعتك number of atoms or ions الخانة الثالثة of gathers number طيب دي مشيها زي ما هو ايل ايل 0.5 لانه بيقول half mole by عدد الاتوم عندك بص للرمز الرمز بتاعك بيقول H-C-H-O يعني 1H 1C 1H 1O يعني 4 atoms هنا يبقى by four okay time is afogadros number okay يبقى الناتج بتاعك ايه هتقول 0.5 by four معناها نص فاربعة تطلع لبا اتنين يبقى الجابة بتاعتي هتبقى double afogadros number okay طبعا نحن نتكلم final revision على كل المنهاج بتاعنا على afogadros number على boiling point يعني هناخد السئلة من جميع الاشياء بتاعتنا طب نشوف السؤال اللي وراء كده بيقول ايه هنا تعال تعال بقى نتكلم فيها شوية ده درس عندك اسم concentration بمعنى 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 انت تركيز المحليل بتاعك بيتعبر عنه ازاي في عندك ثلاث طرق للتعبير عن تركيز البحلول number one مولارتي يعني انت جابت شوية مية لتر رح تجايب وان مول حطيته جواه وان مول ايه شجر يعني انت بوزن شجر وان مول حوالي 180 جرام بتحطهم فين تحطهم فعل بالمية عملت سيليوشن اوكي يبدأ سيليوشن تركيزه ايه هتقول one مول ديسولف in one لتر this is one مولار او one مول بير لتر this is number one this is اللي بالك لازم يبقى عندك البيجاني جولي بتاعتك لتر the second one is مولارتي وهنا المولارتي بتعتمد على ان الووتر الماس بتاعتها اقوى للفوليوم لان the next of water equal one the next of mass over volume طب the next of one يبقى الماس must equal للفوليوم يعني لو لتلك 10 كيلو جرام هتقول 10 لتر يعني 10 لتر بتوزن 10 كيلو بالزبط جربة في البيت هتلتر لا ما يقويس جدا ويقفله حطه على الميزان هتلاقي وزن لك 1 كيلو بالزبط طيب ده كده تاني طريقة to express the concentration of solution طب الطريقة التالتة بتاعتك اللي حينا نسميها percentage mass mass percentage والفوليوم volume percentage طيب شغلنا هيبقى عامل ازاي في المسألة دي اولا انتعدك concentration يعني المولارتي عبارة عن number of moles of solid dissolved in volume of solvent letter لو احنا مشيناها كده number of moles ممكن ترتبط لك بالمسلس الاولاني عندك في المنهج اللي هي number of moles equal mass divided molar mass او R M منها تقدر تجيب ساعتها number of moles وتعملها dissolving in the volume طب تعال نشوف حل المسألة مع بعض step by step مبدئيا هنقول ده المسلس بتاعنا اللي بنتكلم فيه عن molar mass وعن concentration وعن molality نشوف كده مع بعض ايه دي ده number of moles mass of substance 55.5 زي ما هو دهنا وهنا المولار mass 110 111 لما تعمل division بتاعتك من mass of substance divided المولار mass هديك number of moles اوكي تكمل هتلاقي المسلس التاني بتاعك concentration بالشكل ده ازاي 0.5 مول الاولانية على والليتر اللي هي التانية هتلاع لزير 0.5 مولار اوكي ده بالنسبة لجزئية بتاعة المولاريتي والمولاريتي اه تخلي بالك من جزئية المولاريتي تماما لان بيربطها لك دايما بالمثلس بتاع الماس في عندك ثلاث مسلسات تخلي بالك منهم في المنه المثلس الاول اللي هو number of moles والماس المثلس التاني بتكلم عن concentration والnumber of moles والvolume بالليتر المثلس التالت بتاع الvolume of gases خلي بالك ان في عندك مسلسين المثلس بتاع الـ N والvolume 22.4 ليتر بتاع 2 gases only يعني بتكلم في الغازات انما المثلس التالت اللي هو N والC والV دي خاصة بالسلس المثلس التالت اللي هو خاص أفو جادرز وده احنا متفقين عليه انه الموليكيول equal number of moles by أفو جادرز number طيب الرابط ما بينهم كلهم بيبقى موجود فين الرابط ده كله بيبقى موجود في number of moles عرفت توجي number of moles صح يبقى انت كويس قوي تعرف تجيب كل حاجة في المثلس دي بس خلي بالك التشجر بالنسبة لنا كوفيلانت كومباونت يعني لما بتحطه في الوطر خلي بالك بقى من التركات دي ما بيتفصل معك ل عينز لا بيتفكت ولا بيتأين الدسولفن بتاعه في الوطر طب طب بتقول ما هو بيدوب هو بيدوب في الوطر عن طريق الهيدروجن ما بيتفصل معاي الاينز فتخلي بالك انه بيعامل معاملة الone ايون عند الحسابات يعني ما يقول لك حسب لي الشجر مين ده ده مش هيفك الاينز ما تقول ليش بقى 6 عينز كاربون و 12 عينز لا 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 فلي بال اوكي خلي بالكم جزئية دي ونشوفكم على خير ان شاء الله في حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة